ماذا يجري في الشمال يعني بعجالة حتى نثبت من حيث المبدأ وقبل الحديث أنا أقول وكمنبع التحليلي مبني على المتابعات لحظة بلحظة ليأتوني بواحد كيلو متر مربع من قطاع غزة من أصل 362 كيلو متر مربع يسيطروا عليه ليأتوني بذلك لا يوجد الآن هناك مرتكزين يدعم ما أطرح بيت حنون جحر الديك وصلوها في اليوم الأول من الحمل البري الأولى وهي الآن هي الأشد ضراوة وقتالا وإحداث تدمير الآن في الجنوب هناك مناورة جديدة إذا أوتيح الوقت سنتحدث عنها إذن دعني أقول الجيش الإسرائيلي فاشلا بالمقاربة العسكرية فاشلا ذريعا في إدارة المعركة ولم يحقق إنجاز يعتد به كيف لي الجيش الإسرائيلي أن يذهب إلى واجهة أخرى وهو ليس متأكدا تماما من أنه حسم الأولى يعني هل تعتقد بأنه بإمكانه أن يتحرك في جبهتين بنفس الضراوة؟ هناك اعتباران مهمان جدا يتنازعا المجتمع الإسرائيلي في هذه المرحلة الاعتبار الأول وهما يسيران بشكل متصادم من اعتبار الأول هو اعتبار هل نذهب إلى الحرب أم هل نفرج عن الأسراء وهما هذان الاعتبار المساراني يعيشهما العقل الإسرائيلي ويتخبط فيهما بشكل مجنون لأنه إذا قلنا بأن إسرائيل ذاهبة إلى الحرب معناته أن إسرائيل قد تخلت عن أسراها وقد يعيش عقدة الآن المواجهة التي تجري وتتعاضم في داخل المجتمع الإسرائيلي من ذوي الأسراء واليوم يخضع نتنياهو كابنة الحرب لدعوات هؤلاء للقائه وبالتالي الأولويات تتقدم وتتأخر لا قناعة مطلقة ولا موقف مطلق في داخل كابنة الحرب ولا في داخل الحكومة ككل من طبيعة الأهداف التي تذهب إليها هذه المواجهة وبالتالي هناك تغير في الأولويات بين لحظة وأخرى جزء مما يضخ في الفضاء العام الإسرائيلي بأن هدف هذه المواجهة ليس فقط الذهاب إلى انتهاء حكم حماس والسيطرة على قطاع غزة نسمع بين الفينة والأخرى بأن هدفها هو تحسين ظروف واشتراطات المقاومة في موضوع التفاوض على الأسراء ولكن اسمح لي مع ذلك دكتور هالسة يعني كيف نفهم هذا التضارب في التصريحات الإسرائيلية يعني أوردنا بعضها ولكن دعني أذكر بمقتطفات أخرى عندما يأتي قائد سلاح المدرعات إشام إبراهيم يقول نحن على وشك إنجاز المهمة في شمال غزة يعني ليست منتهية بينما يأتي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جونتان كويركوس أشرنا إليه قبل قليل قال لم نهزمه كليا عسكريا في الشمال ولكننا أحرزنا تقدما جيدا تصريحان متناقضا يأتي وزير الدفاع يعطي نبرة أخرى يقول نحن ذاهبون إلى الجنوب وسيكون مصير مقاتلي حماس هناك أسوأ مما حصل في الشمال بما يعني أنه في الشمال حقق نصرا مبينا هل هناك اضطراب على هذا الصعيد إعلاميا ليس إعلاميا الاضطراب والخلافات تعصف بكل مناحي الحياة الإسرائيلية إذا كان الكابنت الإسرائيلي وأهم ركنين فيه رئيس الوزراء ووزير حربه لم يستطع أن يلتقي في مؤتمر صحفي مشترك ولا يستطيعان اليوم الإعلام الإسرائيلي يتحدث هما لا يستطيعان أن يلتقي في داخل غرفة واحدة إسرائيل رفعت شعار منذ بداية هذه المواجهة تقول فيه أنه معا ننتصر اليوم يتبين بأن أركان أساسية في هذه المواجهة لا يستطيعان أن يكون معا فكيف تريد أن تكون المواقف منسجمة في إطار هذه الأجواء التي تجري ولا تنسى أيضا بأن في الحكومة أيضا هناك عناصر متناقضة جدا هناك النقيض ونقيضه هناك مواقف تظهر بين الفينة والأخرى تشيي بطبيعة الخلافات الداخلية في داخل هذا المجتمع ونذهب أيضا إلى داخل المجتمع الإسرائيلي المجتمع الإسرائيلي ذاته أيضا يعيش هذا الصراع بين من يعني يريد الذهاب في هذه المواجهة من خلال هذا اليمين الذي يمثله بينك فير وسموتريش إلى حدودها القصوى ومن يريد الآن اعتبار قضية الأسرة هي الملف الأساسي الأوحد الذي يجب أن تلتف حوله المواقف الإسرائيلية واعتبار الحرب ملفا أو هدفا ثانويا هذا كلها جزء من المشهد الذي يحكم تقدم الإسرائيلي أو مواقف الإسرائيلي في الحرب وفي السياسة في كل ما يجد موسيقى